حب في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع ومرحبا خاصة بتلاميذ السنة الثالثة متوسط وعلى بركة الله نواصل دروسنا في الرياضيات إذن الضائرة المحيطة بالمثلث القائن الخاصية واش تقول إذن بالنسبة لهذه الخاصية هذا البرهان هو برهان نموذجي يعني تقدروا تحفظوه واتبقوا عليه في كامل التمارين إذن بما أنه لاحظوا المثلث A B C قائم في B أيضا وقتش نقوله أنه الواتر A C هو قطر للضائرة A B أو الضائرة C عفوا إذن عدنا المثلث A B C هو قائم في B أيضا الرؤوس لهذا الرؤوس A نقاط A B C تنتمي لهذه الضائرة ومنه إذن يتحقوننا شرطين أنه المثلث قائم والنقاط تنتمي والانتماء يعني النقاط يعني الرؤوس المثلث تنتمي إلى الضائرة ومنه الواتر دائما في المثلث القائم لا بد لك تحدد الواتر الواتر هو الظلع المقابل للزاوية القائمة نسميه الواتر إذن الواتر الواتر A C واش راح بالنسبة للدائرة إذن راح قطر للدائرة لأنه يمر على المركز إذن هو قطر الدائرة C والمحيطة بالمثلث راحي محيطة بالمثلث A B C وأيضا O ماذا تمثل بالنسبة للدائرة إذن و O هو مركزها حسب الخاصية لي خاصية الدائرة المحيطة بالمثلث القائم إذن أعيد خاصية الدائرة المحيطة بالمثلث القائم لابد يتحقق عدنا شرطين القائم مثلث القائم وانتماء النقاط يعني رؤوس المثلث تنتمي للدائرة ومنه نقول أن الواتر واتر هذا المثلث راح قطر للزاولي عفوان الضائرة المحيطة بهذا المثلث و O اللي هو منتصف الواتر راح مركز للدائرة C الآن خاصية العكسية إذن دائما العكس إذن هذه الخاصية أما بالنسبة للعكس رايحين تمشو بالعكس يعني من هذا نكون عندنا في البرهان هذا و هذا و Italy ونبرهنو أن المثلث قائم إذن الخاصية العكسية نبرهنو بها برهن أن المثلث قائم في البرهان لما يقول لك برهن أن المثلث القائم نستعمله العكسية إذن قلنا تمشو بالعكس نقوله بما أن الضلع A C هو قطر للدائرةUND وحنا في الحقيقة رايحين نبرهنوا ما لازمش يكون عندنا رمز التعامد إذن نقول الظلع A-C لماذا؟ لأنه ما زال رايحين نبرهنوا أن هذا المثلث قائم ما نقولوش الواتر A-C وإنما الظلع A-C إذن الظلع A-C واش راح قطر للدائرة C وأيضا O مركزها إذن هذا هو البرهن الأول لما يقولك برهن أن المثلث قائم وتكون عندك الضائرة إذن ما ش تقول؟ قول أنه الظلع A-C لكل الواتر يعني هنا عندنا A-C إذن A-C هو الظلع A-C هو قطر للدائرة C وأيضا O اللي هو منتصف هذا الظلع هو مركز هذه الدائرة أيضا قلنا الانتماء راح نتمشو بالعكس كما قلت الواتر هنا يا الظلع بعد ذلك الانتماء بعد ذلك نبرهنوا إذن النقاط A-B-C تنتمي إلى الضائرة المحيطة بالمثلث A-B-C إذن ناخذ أسماء الرؤوس إذن نقاط A-B-C تنتمي إلى الضائرة C ومنه المثلث A-B-C قائم نقول أين قائم؟ قائم في B إذن لما يكون خلاص برهننا أنه قائم في B إذن A-C ما اسمه؟ إذن هو الواتر إذن و-A-C واتره حسب الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث القائم أعيد إذا عندكم مشكلة في البرهان السنة الثالثة متوسطة البرهان هو ليس وحي وإنما هو توظف الخاصية فقط الخاصية توظفها في التمرين توظفها في البرهان إذن لما يقول لك برهن أن المثلث قائم واش تبرهن واش تقول تقول أنه ظلع الظلع اللي راه القطر للدائرة هذا الظلع تقول أنه راه قطر للدائرة بعد ذلك تقول أنه الرؤوس رؤوس هذا المثلث تنتمي لهذه الدائرة خلاص استنتج أنه المثلث قائم وتقول أين قائم وتذكر أنه هذا الظلع اللي تكلمت عليه في الأول A-C راه واتر هو واتر للمثلث ونقوله حسب الخاصية العكسية دائما نقول لك برهن أنه المثلث قائم نستعمل الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث القائم وفي الخاصية الأصلية يعني الخاصية الأولى واش نقوله نقوله المثلث قائم انتماء النقط بعد ذلك نقوله أنه الوتر آسي هو قطر للدائرة وأيضا إما يقول لنا برهن أنه آسي راه قطر للدائرة عفوا أو يقول لنا برهن أنه راه مركز مركز للدائرة إذا قال لك ما هو مركز الدائرة واش تقول إذن قلوا أنه المثلث قائم وأنه قاطر راهي تنتمي إلى الدائرة ومن هون قلوا أنه الواتر راه قاطر للدائرة وهو راهي مركز لهذه الدائرة خلاصت منها يربي أنه يكون شرحي وافي وكافي وليحب ياخد صورة لهذه الخواص ياخد صورة الخاصية وخاصيتها العكسية وهذا هو البرهان النموذجي هذا هو اللي تستعمله في البرهان إذا ما فهمتوش جيدا هذه الخاصية ما عليك إلا تحفظ إذن هذا هو آخر حل أضعف الإيمان خلاص الآن ننتقلوا إلى ضفت لكم برهان انتماء نقطة إلى دائرة في بعض الأحيان نقول برهان أن النقطة تنتمي إلى الدائرة إلا نقلنا هذا برهان نموذجي هنا ما عليك إلا تملأ بما هو على حسب التمرين إذن واش قوله لدينا المثلث لإسم المثلث هنا تكتبوا قائم في في النقطة التي يكون قائم فيها الآن نضيف الواتر اسم الواتر هو قطر للدائرة التي تشمل رؤوسه ونذكر الرؤوس ثلاثة إذن النقطة كذا تنتمي للدائرة كذا إخلاص إذن هذا هو البرهان نموذجي سهلتها لكم لما يقول لك برهان انتماء نقطة إلى دائرة واش تذكر تذكر أن المثلث قائم تذكر الواتر وتذكر أنه هو واتر عفوا هذه المعلومات ننضفهم في تمرين تطبيقي أخذت من الكتاب المدرسي تمرين خمسة صفحة 158 أرسم مستطيلا إذن ABCD إذن رسمت هذا المستطيل بعد ذلك قالنا ما هو مركز الضائرة المحيطة بالمثلث ABC إذن مثلث ABC لابد أن نكمل الإنشاء إذن حبيت أنه أفضلت أني نكمل أمامكم الإنشاء إذن واش قالنا ما هو مركز الضائرة المحيطة بالمثلث ABC إذن بالنسبة للمركز مثلا أنا واش عندي عندي سبعة إذن نأخذ المنتصف إذن هو منتصف الوتر ولكن لابد علينا أنه نبرهنه إذن رايح أرسم أولا بالنسبة لي اللي علقوا قالوا أنه أستاذات رسمي أول مرة نشوفوا أستاذات رسم بالسيالة رسموا بقلم الرصاص نقولكم أنه أنا أتيت من الفضاء الخارجي وإحنا في الفضاء الخارجي نرسموا بالقلس السيالة ونرسموا بقلم الرصاص أما بالنسبة المشتركين يعرفوا لماذا أنا أرسم بالسيالة لكي تظهر الصورة جيدا في الغرض التصوير فقط إذن وبنسبة الرد على الآخرين فأتيت من الفضاء الخارجي إذن ما هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث A, B, C إذن هو ماذا؟ لابد أنه نبرهنه واشقلنا في البرهان؟ إذن نقول أن المثلث قائم لاحظوا راح نستعملوا الخاصية لماذا؟ لاحظوا لأنه مركز رحي هنا نستعملوا الخاصية إذن نقولوا في الأول أنه المثلث قائم بعد ذلك انتماء النقاط رؤوس المثلث إلى الضائرة بعد ذلك نقولوا أنه الواتر وإلى غير ذلك إذن راح نبرهنه بما أن بما أن قلنا نقولوا مثلث قائم والرؤوس تنتمي إلى الضائرة إذن A, B, C إذن A, B, C مثلث قائم نقولوا أين قائم؟ في B لماذا؟ نقولوا لأن A, B, C دي هو لماذا هذا راح قائم في B؟ لأنه A, B, C دي هو مستطيل وزاوية المستطيل كلها قائمة إذن A, B, C دي هو مستطيل بهذه الطريقة الآن واشقلنا انتماء النقاط يعني الرؤوس نذكروا أنه النقاط التي هي الرؤوس تنتمي إلى الضائرة نكتب النقاط A, B ودائما في النقاط تكون الفاصلة ما بين كل نقطة ونقطة هكذا ما تظهرش ما تكونش ملتسقة مها بها بش ما تظهرش أنه راحي مثلث لأنه فقط المثلث لي ما تكونش بينه بين النقاط الفواصل إخلاص إذن نكتب النقاط A.B.C تنتمي إلى الضائرة إلى الضائرة إذن ما تنشك اسم الضائرة نكتب المحيطة المحيطة بي المثلث A.B.C خلاص ومنه إذن نذكر أنه A.C هو ماذا؟ هو نعم إذن A.C هو قطر للضائرة إذن A.C هو قطر للضائرة المحيطة بي المثلث A.B.C ومنتصفه هو هو مركز لا خلاص إذن هذا هو البرهان النموذجي أتمنى يا ربي أنه خلاص سهلت لكم وسهل عليكم البرهان الآن واشعدنا قلنا برر انتماء النقطة D إلى الضائرة السابقة إذن نقطة D لاحظوا رهي أيضا تنتمي للضائرة إذن كيف سنبرر أنه هذه النقطة D تنتمي إلى الضائرة أمامكم البرهان إذن واش نقول في البرهان المثلث ناخذ المثلث إذن برهان الانتماء نضيف برهان الانتماء واش نقول إذن نقول أنه المثلث A.D.C قائم إذن نذكر المثلث القائم المثلث A.D.C قائم في في ماذا في D أيضا واش نضيف الوتر واش هو الوتر A.C نقول دائما الوتر ليكون مقابل الزوية القائمة إذن هذا هو واتر إذن الوتر نكتب A.C هو قطر للضائرة إذن المحيطة أو التي تشمل نقدر نقول المحيطة أو التي تشمل رؤوسه إذن التي تشمل رؤوسه إذن ما هي هذا الرؤوس إذن A.D.C إذن A.D.C إذن النقطة نذكر النقطة واشقالنا انتماء النقطة D إذن تنتمي إلى الضائرة المحيطة بالمثلث إذن نقلنا الضائرة إلى الضائرة السابقة إلى الضائرة المحيطة بالمثلث A.B.C بالمثلث A.B.C أو المثلث A.D.C نفس الشيء إذن هذا هو البرهان النموذجي اللي حاب يأخذ صورة لهذا البرهان الآن ننتقل إلى التمرين الثاني إذن تعلمنا إذن نحن تعلمت في هذا التمرين شيئا إذن ضربنا عصفورين بحجر تعلمنا أنه نبرهن مركز الطائرة ووظفنا الخاصية خاصية الطائرة المحيطة بالمثلث القائم أيضا تعلمنا أنه نبرهن على انتماء النقطة إلى الضائرة الآن بالنسبة التمرين الثاني هذا التمرين الخارجي برهن أن المثلث anp قائم نفس الشيء واش قلنا لكي نبرهن أن المثلث القائم نستعمل الخاصية أو الخاصية العكسية إذن نستعمل الخاصية العكسية أوعيد بالنسبة الخاصية نستعمل ها لما يقول لك برهن أنه أو ما هو مركز الضائرة محيطة بالمثلث نقول لك ما هو مركز الضائرة إذا نستعمل الخاصية نقول أن المثلث قائم ونقول أن الرؤوس المثلث تنتمي للضائرة بعد ذلك نقول لك الخاصية العكسية إذا قال لك برحن أن المثلث قائم وش قلنا نبدأ من العكس يعني عدنا الوطر عدنا ظلع يكون قطر للضائرة بعد ذلك الانتماء الرؤوس كامل يكون ينتمي للضائرة وبعد ذلك نقول أن المثلث قائم إذن ثانيا البرحان أن المثلث قائم بما أن نرجع للسطر واش قلنا الظلع ما نقولوش الواتر لأنه رايحين نبرحنوا أن هذا راح واتر إذن ما نقولوش واتر فقط ظلع إذن الظلع ونذكر واش هو الظلع اللي راح قطر للدائرة واش هو الظلع لهذا المثلث اللي راح قطر للدائرة إذن الظلع A B نقوله هو قطر للدائرة اسم الدائرة إذن هو C هي C دائرة C أيضا عدنا المركز نقوله مركز و أو مركزها إذن نقوله الظلع والمركز بعد ذلك قلنا الانتماء النقاط A M B تنتمي إلى الدائرة المحيطة إذن الدائرة المحيطة B المثلث A M B خلاص هذا برهان شامل وكامل ومنه واش نقوله المثلث خلاص المثلث A M B قائم في ماذا؟ لاحظوا بما أنه A B هو القطر قطل هذه الدائرة و O هي مركز للدائرة يعني اللي راح قائم في ماذا؟ M إذن قائم في M وأيضا نضيف هذا الظلع اللي قلنا عليه A B راح قطل للدائرة ما اسمه الواتر يعني A B هو أو واتره حسب حسب إذن الخاصية أو الخاصية العكسية إذن الخاصية العكسية ل راح أكتب لمستقيم منتصفين إذن العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث القائم إذن إلى هنا نكون أنهيت درس الدائرة المحيطة بالمثلث القائم ترجمة نانسي قنقر